بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهو في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهو يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناه جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقضون لا تردوا وارجعوا إلى ما أترفتموا فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لنتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله نفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عن ما يفعل وهو يسألون أم اتخذوا من دوني آلهة قل هذا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ومو بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الحند أفإن متفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن مكافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستأجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن جمههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون قل من يكنأكم بالنين والنهال من الرحمن بل هموا عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركه بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء وإذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا قيلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءه وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثير التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعله جذاذا إلا كبيرا له لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكره هو يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعمل الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيره هذا فسنفه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعين قلنا يا ماركوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنه كانوا القوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنوا القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبان يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة تبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الديح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك فلكل كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الظلم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنه كانوا يسالعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمةكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمره بينه كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهو من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء يالئة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفيرون وهو فيها لا يسمعون إن الذين سبقت له من الحسنى أولئك عنها نبعدون لا يسمعون حسيسا وهو فيما اشتهت أنفسه خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما ألاهكه إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذى أنتموا على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فثنة لكه ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعام على ما تصفون ترجمة نانسي قنقر